الناس كتير جداً لما بتيجي سيرة التحرش دماغها بتروح بس فكرة التحرش الجسدي اللي هي الملامسة يعني لكن التحرش ليه أنواع كتيرة جداً ونحن بحتاجين حضرتك حتى نواعي الأباء والأمهات إنه اللفظ، التحرش اللفظي ده تحرش قد يكون أكثر عنفاً من الجسدي التحرش النظرة كمان سواء من الرجل أو الامرأة يعني من النحيتين أشكال هذا التحرش إزاي أواعي ولادي وبناتي مع بداية بقى دخولهم من الحياة والمجتمع بأشكال التحرش وإنه ما تسكتش حتى على النظرة أو حتى على الإحاق بالكلام لإنه الإحاق ده برضو نوع من أنواع التحرش مش بس فكرة التلامس الجسدي شوف هي في حاجتين الناس بتعملها فيه إن هي إيه؟ يا إما بتخاف يا إما بتتكسف يعني ممكن حد يقولي كلمة تدايقني أو حس فيها ده يعني مش كويسة وأتكسف أو أخاف أبقى عندي رهبة من ده في الحالتين أنا بعلمهم أن فيه كلام لازم يكون عندي قمة الجرأة إن أنا أقول لا أما يكون ابني مش عايز يسلم على حد وأقوله لا غصب عنك تسلم ده غلط مني أنا طالما مش عايز يسلم أو ما بيحبش الشكل ده من التعامل بلاش في الحاجات اللفظية أوقات بتجرح أكتر من اللمس كلام بيبقى يعني وحش كلام صعب كلام أنا بتئذي لما بسمعه بيفضل في بالي أنا مش عايزة يبقى ده في بالي بعد كده يؤثر على نفسية البنت أو الولد طبعا فأنا بحذر ولادي إن فيه كلام أنا هسمعه ممكن أقوله أو ممكن ما أقولوش فيه كلام طالما مش مستصاغ ومش في إطارنا يبقى الكلمة دي يعني عايز بها حاجة تانية أو عايز بها يؤذيك أو ده نوع من أنواع التحرش الإحاءات اللي ممكن حد يعملها في المواصلات العامة في الأماكن العامة في الأماكن في الشارع في المدرسة في الحضانة أبيله اللي فيه حاجات معينة ما تقبلش بيها حد بشكل معين ليه نظرة معينة يبقى هو في نيته حاجة تانية مش كويسة فأنا بحذر ابني أو بنتي من الإطار العام اللي برا اللي فيه شبهة طالما حاجة برا الإطار الطبيعي ده يبقى تقول لأ برا الإطار الطبيعي اللي أنا حددتوه لك بالكلام الطبيعي اللي احنا بنسمعه بالحركات الطبيعية بالأعادات الطبيعية بلاش حد يطبطب علي قوي بلاش حد يقولي كلمتين الطبيعية ده بيختلف من أسرة لأسرة ومن عادات لعادات ومن طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية وطريف للمدن للحضر من الوجه قبل للوجه بقى الطبيعي ده نسبي يا دكتورة بس في إطار عام اللي نقدر نحطه إطار يمنع أن الموضوع يبقى فيه خلط ما بين ما هو نسبي وما هو من غير ما نجرح حياء الأطفال ومن غير ما نفتح عينهم برضو يعني إحنا مش عايزين نفضل ندخل في أمور نبقى خليهم قاعدين خايفين من أي حد حواليهم عايزين نعمل الموازنة دي ومن غير ما نبقى إحنا كمان مبالغ في قلقنا شوف نعملها إزاي؟ هو في ديب الزيت من خاف سلم آه لازم نخاف في ديب